النهاردة ان شاء الله هنتكلم في موضوع يهم كتير من الناس هو ازاي تصمم ستيكر على موقع كانفا احنا طبعا قبل كده اه صممنا شعار على موقع كانفا وده الفيديو رقم اتنين في سلسلة فيديوهات شرح تصاميم موقع كانفا هنبدأ نستعرض الموقع مع بعض وهندخل على الصفحة الرئيسية بتاعة الموقع هنلاقي ان هو طبعا عبارة عن الصفحة الرئيسية فيها الاوالب الجهزة اللي انت ممكن تستعملها وفي مربع البحث هنكتب ستيكر وهنضغط انتر او هنختار البحث عن ستيكر هنلاقي طبعا مجموعة كبيرة من الاستيكرات الجهزة والاوالب اللي موجودة في مكتبة كانفا هنستعرضها سريعا وممكن نختار حاجة جهزة منهم ونعدل عليها من هنا من الفلترة هنختار السعر يكون مجاني علشان نستعمل النسخة الفري مش النسخة المدفوعة وهنختار مثلا الاستيكر ده طبعا انا بحتاج الاستيكر ان انا الزقوا على عبوة معينة في طبعا استيكرات على اليمين هنا ممكن اختار حاجة منها لو انا عايز ابدل اللي كان موجود ولكن الاوالب الجهزة دي طبعا بتبقى نزلة بسايز معينة او ابعاد معينة يعني مثلا ده مربع انا محتاج مثلا اعمل استيكر مخصص او احط يعني مقاسات مخصصة للعبوة بتاعتي مثلا انا عاوز الاستيكر ده الزقوا على ازازة او عبوة مثلا ليها حجم معين فاخش هنا من تخصيص الحجم وهاختار العرض والطول بس قبل كده لازم اختار الوحدة اللي انا هطلع بيها مقاسات الاستيكر هي الديفولت بتاعها بيكسل هاختارها هنا سنتي وهكتب العرض بتاعي خمسة والطول اه مثلا هيكون تلاتة يعني خمسة في تلاتة انا محتاج طبعا حد هيقول لي العرض اكبر من الطول انا يعني العبوة طبعا هتكون يعني هيبان معنا دلوقتي لشكل عامل ازاي الطول اللي هو من تحت الفوق والعرض اللي هو من اليمين للشمال فعلشان اقدر ان انا اطبع الاستيكر والزقوا على العبوة بتاعتي مثلا خمسة سنتي ده الدوران بتاعها والطول بتاعها تلاتة سنتي هنبدأ بقى من على اليمين نختار الاوالب الجهزة اللي موجودة في كانفا في البحث مثلا لو احنا طبعا كل واحد والمجال بتاعه هيبحث في المجال اللي هو عايز الاستيكر عشان ومسلا انا هنبحث هنا عن كريم البشرة لو احنا في شركة اه مستحضرات تجميل او كوزماتيكس هنختار من الاوالب اللي طلعت لنا من الفلترة دي مسلا ممكن اختار لون معين يطلع لي استيكرات بلون مثلا اللون البينك ده اه لو عملنا تطبيق الفلاتر هيبدأ يطلع لي الاستيكرات اللي موجودة باللون اللي انا اخترته ممكن ارجع تاني واشيل الفلاتر اللي انا حطتها اشيل الفلتر عشان يرجع لي الاستيكرات كلها تاني وهبدأ انزل على الاوالب الجهزة اللي معروضة في كانفا وهلاقي فيه طبعا يعني حاجات كتيرة جدا هبدأ انا اختار الحاجة الملقمة او المناسبة اه زي مثلا اه ممكن نشوف اللي فوق ده كده لما فتحناه طبعا طلع لي في انه جواه كزا صورة ممكن اختار منهم اه مثلا هنختار اول واحدة ديت اللي هي المحبة للعناب البشرة دي مثلا شركة اسمها المحبة للعناب البشرة انا هغير الكلام ده وهكتب مثلا دوفي سكين كير لو مثلا انا التريد مارك بتاعتي اسمها دوفي وكتبت كلمة سكين كير جنبها انه اه فيه العناب بالبشرة يعني وهنا مثلا على اليمين ممكن مكتوب بشرتك هي اولوياتي اه هي اولوياتي وممكن اكتب انا انه مثلا الرقم بتاع ترخيص وزارة الصحة على العبوة بتاعة اه الكريم اللي انا هلزع عليها الستيكر ده فهكتب مرخص بوزارة الصحة تحت رقم كزا كزا هي يعني هيكون بقى ساعتها الرقم الرقم الترخيص وممكن برضو هكتب عليها اه طبعا كل عبوة هيبقى ليها مختلف على حسب الانتاج بتاعها فانا هكتب اه مش هكتب التاريخ طبعا طبعا عملت كوبي للنص اللي كان موجود عملت له تكرار فعلشان ينزل بنفس الشكل وخليته تحته بالزبط وهبدأ اكتب هي اكس بي ديت وهعمل بقى محازية يمين كده وبعد كده التاريخ هيبقى يطبع على الستيكر وهدي مثلا الفونت ده كده آآ نوع الفونت هختاره بالشكل ده وهيبقى فاضل بس انه انا ممكن احط من على يمين هنا اختار العناصر وهدخل على اه اكتب في البحث مسلا سكين كير واشوف هيطلع لي اللوجوز اللي موجودة طبعا كلها حاجات خاصة بيه العناب البشرة والكريمات والمساحي التجميل والماسكات والكلام ده فممكن انا ابدأ اختار حاجة منهم اختار مسلا الشكل ده او اللوجو ده آآ علشان يكون آآ هو ده هيبقى الشعر مسلا بتاعي هبدأ ادخل من تعديل الصورة علشان اغير فيها او اخلي لها شكل معين هيبقى على الستيكر من تحت هنا كده هبدأ افعل الاشكال المختلفة بتاعتها يعني دي الوان معينة ده مسلا لون نيجاتيف ممكن ابدأ اعدل بقى بتاعه واختار المكان بتاعه يكون آآ فوق كلمة يعني تقريبا هيبقى في نص الستيكر بحيس لما يتلزق يبقى في نص الستيكر بالزبط الشفافية بتاعته ممكن اقللها شوية آآ ممكن اخليها خمسين في المية مسلا ممكن بعد كده ابدأ احفظ الستيكر ده هكتب بس الاسم الاول بتاعه انه هو دوفي سكين كير ستيكر دوفي سكين كير هبدأ اعمل مشاركة وبعدين هدوس ده هدوس تنزيل وهنزلها بصيغة بي ان جيه طبعا هنلاقيها في الماي ديكومنس آآ في الداونلودز وهيكون ده شكلها النهائي وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو هنتظر تعليقاتكم وقترحاتكم وايه اكتر حاجة كانت مفيدة في الفيديو